السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله سنرى Fetch API Fetch هو واحد الAPI من أجل الAPI الذي كان في جواسكيب هو مهم كثيرا و نحتاجه مالذي كانت واحد الحاجة يسمى XMLHTTPRequest هذا XMLHTTPRequest لكي تعمل به في واحدة الفنكسيون و تبقى تصيب ذلك قليلا مع قد ولكن الحمد لله جذب Fetch من هذا الشيء كامل Fetch ماذا هو؟ هو واحد الفنكسيون صحي فنكسيون قدرنا نأخذه فيه فشياء نقدرنا نعطه بها الAPI و الويبس يعني هذا Fetch نقدرنا نقوله كتعاون الويب براوزر او النافيغاتور لكي يأخذ لي دوني و ننشيب لصخرة صحي هذا الشيء الذي ينسبه يعني كتعاوننا نقدره Fetch Fetch تتباز على البرمسيب يقوله Promises يعني كتتخدم Promises و HTTP Request HTTP و تتعتبر شيئا من Promises لماذا؟ هذا الشيء هو الشيء التي تستطيع ترجع لنا وراء جواني وراء يعني وراء دوني وراء أي شيء تأتي في بعض الوقت نعتبره أسينخون وكي نكتش الزرور لها وننشيكوت لما يأتي هنا نعتبرها Promises وراء وراء Promises الآن نعمل ونعمل API الذي يكون Free سوف نستطيع مثل كيف تعمل ونحتاجها كثيرا في React.js كان هذا FakeStore API هذا الذي يعطي دوني دوني لديهم يعني نعمل مهم 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 دوني 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 نستطيع أخبره أو شيء أخبره 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 ونخدمه به كيف سنقوم هنا مثلا نقوم نقوم نسميها مثلا Product تساوي Fetch سنقوم فتح ونعطه هنا URL سهل كسعطية URL تستطيع مثلا سعطيها Request Init و سعطية Request Init لكما لا يوجد شيء مهم مصراحة هنا نستطيع .dain نقوم معاقليا ما يعني يعني ما أريد أن توقع أو كان لدي success هنا نستطيع Res ونقوم result ونقوم console.log res نرى ما سيقع نرجع هنا aspect console أعطني response سوف يأعطني response إذا لاحظتوا هذا هو JSON دائما سوف يكون لديكم بحلقة أنا عندي واحدة extension اللي هي JSON اللي هي هذه تستطيع مباحثة ثوبة يعني أريد هذا ما سوف نقوم هنا نقوم .json أرجع هنا نقوم promise رأيته لا ترى شيء هنا يعني واحد promise جاء سنعود هنا نقوم .dain هنا نقوم هنا نقوم نقوم هنا نسميها مثلا product وهنا سنقوم product بحق بحق راتور نقوم بحق 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 نحاول نحاول الوضع ونقوم نكمل التسديل على هذا كيف تعرف الوضع الوضع نقوم نقوم لدي الموجود الوضع الوضع أي شيء سنقوم هنا إذا تريد الوضع نقوم هنا price وهنا يعني أي شيء نقوم نقوم هنا نأتي console.log لكي نورك القادية console.log product كيف نظر promise لاحظوا. أظهر بـ promise. حتى هذه تعتبر promise. يعني promise. بقى لا تأكزيكوت. ولا كود أسنكرون. بحالة ما سأتلكم في promise. كيف سأخذها؟ يعني هذه كنت سنواء. كنت أخذها تأكزيكوتها من بعد. ولكن هذه الكود سأتأكزيكوتها بوحده. مثلا. هنا أقدر نضي console.log.abc.product. كيف يحدث؟ تأتي بـ abc.products. عاد كنت أجل إلى result. كنت رأيته هنا. هذا هو بـ promise. أنا كيف نقول مثلا لجرافاسكريبت سنة. هنا كنت أجل الخدمة الـ await. كنت أقول لي تسألنا أخويا. لا تزرب. غير هو المشكلة التي لدي هنا. await تتخدم وسط الفونكشن. يعني تتخدم لي غير وسط الفونكشن. يعني ضرورة ندير فونكشن لكي نخدم بـ await. كيف سأجل هذا؟ ندر واحد الفنكشن هنا. نسميها get-products. ونخدمه بالأخر. get-products. نديرها مثلا كنت تكون عندها. نقوله function. وكنت أخذ الـ i. صفحك؟ كنت أخذ الـ id. وهذا الشيء كامل سنأخذه. ونضعه هنا نحايد await. صفحك؟ وهنا نعيد console.log get-products. ونعطيها 1. والـ id هنا نقدر نضعه هنا plus. plus id. كنت أخذ الـ i. إذا نقوم بـ execute. سألقى بأن كل شيء يبقى هذا تحجمت بـ 3. كيف سنحاول ندير ذلك؟ نعمل await. إذا قدرت await. ماذا سيقع؟ سأطلع لي error التي كانت. يعني هذه الفونكشن ضرورة خاصة تكون async. بعد ذلك. سألقى بأن تحجمت بـ 3. سأخبر لي ما زادنا هذا async وawait. أول شيء هذا async. سألقى. يعني سألقى هذا الغزوية. سألقى سألقى فيه. صفحك؟ هذه هي أول شيء. ثانية شيء هذا async. لا يمكنك تخدمه await function. من أخرى الذي تقوم به async. يعني عندما تقوم await. فونكشن await. فونكشن await. فونكشن. خاصة تقوم به async. صفحك؟ أجل هنا نقوم بـ product. نحيدوها نخليها هكا. وهنا ندره return. ويت product. هاي يبقى عندي promise. أبس نحيدوها. وهنايا. هادي غا نخدم بها على أساس أنها promise عاو ساني. ندره على أساسين point. ونعيق. هنا. نعفشي. الvalue. نقدر ندر console.log. value. وهذه يبقى عن سيكون value. execute. هاي اللي فعله أرجاء. هاد اللي ضوني قدر ندر بهم أي حاجة بغيث. هاد الكسابة اللي وردتكم دابة. هاي الكسابة الزوينة. هاي اللي غا نبقى نختمو بها ديما إن شاء الله. صافي؟ بحالك هاد يكون دكش. بحالك. أعقله مزيان على هاي الكتابة. هاي اللي بغيت نجيب. هاي اللي بغيت نجيب. هاي اللي بغيت نجيب. هاي اللي بغيت نجيب الثاني. execute. واجه بالي الثاني. بغيت الثالث. ها واجه بالي الثالث. صافي؟ لاني عندي فونكسيون. بالاسنك ديالا. كتكون asynchron. واستخد بغيت. هاي اللي تباش نتصننا. هذا دعوات ينتصننا هاي الانتصننا. هاي تلك مثلا نضرنا هنا واحد let product. كيف تساوي. وهنا نضيره return product. أو results مثلا. هاي result. وهنا نضير result. وهنا نضيره واحد console dot log. مثلا. downloaded. ماهو يوقع? التستو. شاهدوا معي الوداد فينجاتي يعني وراء البروميس لذلك نخدمه باويت وإذا حيثنا اويت ستأتي قبل البروميس يعني قبل ما تشارج هذا مهم هذه القضية هناك مرات يكونوا عندي جوجة الاسابل ثلاثة الاسابل هنا سيحصلنا بقندر اويت لكي تأتي هذه نكمل هذه الريزولتات نستطيع نكوبي نفس الكود مثلا هنا نحيط هذه لا نستطيع ندكرارها جوجة مرات هذه نسميها وعندما نسميها إذا رجعت نشوف شوفوا معي لوداد واحد لوداد جوجة يعني تشارجها الأولى عادك تشارجها الثانية عادك يأتي الغيزولتها إذا حييت ورجعت تطلع لوداد قبل ما تشارجها هذا الشيء شوفوا معي هنا دخلنا XHR أعطيت يعني كل واحدة كتب شيء بوحدها بلاد بخصوة بلاد كيفية تكون بالدالة بشكل وقتها الثلاثة أنا سأخبركم سأخبر شكل سأنتقل سأنتقل هنا سأخبر مثلا ترواجة تقيلة شيء تقيلة لكي تشارج ونضع ونضع إن سأخبر تشارج بشوية شوفوا معي ما تطلعت شيء تطلعت لوداد واحد لوداد جوج عاد أفشا للرزولتات الآن سأخبر أعطيت ونضع ونضع نرى ما سأقومها هذه هي تطلع معي عاد أفشا لوداد واحد عاد جب لوداد جوج وتشارج هذا الشيء. فرنسيب الزوين هذا ال Await و Async. نفكركم فيه Await نفعلها غير وسط فونكسيون ولم يمكن أن نفعلها بره فونكسيون. و Async إذا كانت شيء فونكسيون فيه Await الداخل ستكون A5 وكتولي هذا A5 ستكون Promise يعني ستتخدم بها بهذه الطريقة هذه. هذا الشيء الذي كان Fetch API. وكيف قلت لكم في الأول. نقدره هنا نحيط هذا الشيء. نقدره هنا مثلا نجد ونجده هنا واحدة Credentials أو أي شيء بغيناه يعني ال Valor Request الذي سوف نسافته. إذا كان لديك شيء متباط في شيء سوف تسافته. هذا الشيء الذي كان بالنسبة لل Fetch API. ونطلقه إن شاء الله في الثانية سيونس التي ستكون بخاتيك. ستكون Type-P. سنتعلم فيه هذا الشيء كامل الذي رأيناه هنا في ECMAScript. أي شيء. let const, arrow functions. أنا دائما نحاول أن نطبق لكم هذا الشيء. لكي كنت نخدم لكم اللي من بعد. سوف نحاول أن نخدم هذا الشيء كامل في Type-P واحد. وهو الذي سيكون إن شاء الله لك في الفيديو. فلاشين لكم. هذا الشيء منطلقه إن شاء الله في Type-P. لنصبخ وشين بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لكم.